المصطفى في حياته عليه الصلاة والسلام من مواقف وعبر وعظات ونذكر أيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع إخوانه من المسلمين وكذلك أبناءه من المسلمين وكذلك كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين من المشركين ومن اليهود وكذلك من كل فئات المجتمع فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة وهو الذي ينبغي علينا أن نتعامل مع غيرنا كما كان هو عليه الصلاة والسلام يتعامل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الخلق بل هو خير من وطأت قدماه الأرض عليه الصلاة والسلام وهو الذي عصمه الله جل وعلا وسدده الله جل وعلا ووفقه الله جل وعلا لأن يجمع جماع الخير كله عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كانت سيرته عطرة عليه الصلاة والسلام وكانت سيرته ممتعة عليه الصلاة والسلام فالذي يقرأ في السيرة أو يسمع السيرة يجد مثل هذه المواقف الطيبة التي هي حقا ينبغي أن نتبعه عليه الصلاة والسلام فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحلقات الماضية قدم المدينة وحرص عليه الصلاة والسلام أشد الحرص أن يبني مجتمعا قويا يكون بعون الله عز وجل سببا في انتشار الإسلام وقوة الإسلام وأن يكون هذا الدين دين عالمي كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة بينما الأنبياء بعثوا لأقوامهم خاصة فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فيما مضى أنه نظم العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعض وكذلك نظم العلاقة بين المسلمين والمشركين داخل المدينة وأيضا نظم العلاقة بينه وبين اليهود والذي ذكرنا في الحلقة الماضية ما كان من بنود أو ذكرنا بعض مثل هذه البنود نقول ذلك أيها الإخوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوي الجبهة الداخلية حتى مع غير المسلمين ممن يعيش مع المسلمين فإنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يستوثق وأن يطمئن من أن أولئك الذين لا يدينون بدين الإسلام إنما هم تحت مضلة الإسلام وأن الإسلام يرتب معاملاتهم وأنهم في مأمن على دياناتهم وعلى أموالهم وعلى أنفسهم وهذا الذي حدث أيها الإخوة حينما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وكذلك المشركين هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الإسلام ولم يجبر أحدا على دخول الإسلام كما ذكرنا في الحلقة الماضية نعيد ما ذكرناه في الحلقة الماضية من أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوثيقة أول بنود هذه الوثيقة أن اليهود ينفقون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل هناك حرب فإنهم إذا وقعت حرب بين المسلمين وغيرهم من خارج المدينة فإن اليهود ينفقون مع المسلمين في هذه الحرب أيضا من البنود التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أحدا وأن الإسلام لا يلزم أحدا بالدخول في دين الله عز وجل من ذلك البند الثاني حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة وكان عند بني عمر بن عوف قال عليه الصلاة والسلام ويهود بني عوف مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم يعني يحفظ لهم النبي صلى الله عليه وسلم مواليهم أو أموالهم وأنفسهم وإذا ظلم منهم أحد وأثم فإنه يرجع ذلك على نفسه ولا يكون جريرة على غيره أيضا من البند أن حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسط المدينة ووجد بعض يهود بن النجار وبني الحارث وبني ساعدة وغيرهم من اليهود أن لهم مثلما ليهود بن عوف من أنهم يعني لهم أن يبقوا على دينهم ويأمنوا على دينهم وكذلك يأمنوا على أنفسهم وأموالهم أيضا من البند التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن المجتمع يبقى منظم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من يهود أحد إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم ولا شك أن ذلك من باب الحيطة والحذر ذكرنا أن اليهود كما قال عنهم حبرهم أو عالمهم وهو عبد الله بن سلام أن اليهود قوم بهت وأنهم ينكرون ما ذكروا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يخرج أحد من المدينة إلا بعد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نكمل بعد الفاصل بنود هذه الوثيقة والمعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود هياكم الأخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات نعم أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه البنود من باب الحفاظ على المجتمع ولكي يبقى المجتمع آمن سليم ما يقع فيه مثل هذه الخلافات التي تفكك الجبهة الداخلية فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب ويدعو خارج المدينة أراد أن يقوي المجتمع المدني في مثل هذه الوثيقة التي تنظم بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين والمشركين داخل المدينة وكذلك المسلمين واليهود ذكرنا أيها الإخوة قبل الفاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من بنود هذه الوثيقة أنه لا يخرج أحد من اليهود من المدينة إلا بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له وهذا لا شك أنه من باب الحيطة والحذر يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الداخل والخارج والنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدعون أن المسلم ينبغي عليه أن يكون فاطنا وأن لا يكون مغفلا فالأخطار الخارجية موجودة في كل زمان وفي كل مكان فالدولة التي لا تحرص على من يدخل داخلها وعلى من يخرج منها فإنها دولة لا تبقى إلا أو تكون مفككة ولن تبقى أبدا لذلك من أهم الأمور التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف الداخل والخارج ولا شك أن هذا يعني من أجل الحفاظ على المجتمع أيضا من البنود أنه على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة أنهم يتفقون على هذه البنود وأنهم يتناصرون على من خالف هذه الوثيقة قال وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم يعني أنهم يتعاونون على البر والتقوى أما الإثم لا يتأدخل مسلم مع غير مسلم أو حتى مع مسلم بالبر الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لذلك التعاون سواء كان بين المسلمين بعضهم مع بعض يجب أن يكون على البر وعلى مخافة الله جل وعلا وعلى الخير وأنه لا يجوز أن يتعاون المسلمون على الإثم والعدوان وعلى الغدر سواء كانوا مسلمين مع مسلمين أو مسلمين مع غير المسلمين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم يتعاونون ويتناصحون وينصح بعضهم بعضا على البر دون الإثم هذا الذي كان في بنود النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والقاعدة العامة الثالثة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم هي أن بينهم أي بين أهل هذه الصحيفة أن نصر على من دهم المدينة أنهم إذا وقع غزو على المدينة فإن بينهم أن يتعاونوا على مثل هذا العدوان الخارجي أيضا من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة لا يعني الذي يخرج فهو في مأمن والذي يجلس فهو في مأمن على من في هذه الصحيفة وهذه كلها أيها الإخوة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى هذا المجتمع آمنا سليما من كل ما يشوبه من الفساد ومن غير ذلك أسأل الله جل وعلا أن يصرح أحوال المسلمين وأن يجعل بلادنا بلاد أمن وأمان وأسأل الله جل وعلا أن يصرح أحوالنا وأحوال المسلمين نلتقي بعون الله جل وعلا في حلقات قادمة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبركة نبي محمد